لا سمعوا الشبيب هذا اللي كان يقول لكم البرادروات تاع اسماعيل العماري قال في 2007 كيفا؟ في قوت ما من سنة؟ في 2007 عودة عودة باش نسمعهم ليه قال في 2007 في قوت 2007 بعد موت بين قوسين اللواء اسماعيل العماري قلت أنه بين قوسين موت تاع اسماعيل العماري سمعتوش قلت لكم قلت لكم بعد ما توفى اسماعيل العماري هو أعطاها كان يظهر ذلك الان بل يراه البرادروات متاع توفيق توفيق قاعده توفيق مكتش نحوه نحوه في 2015 هكذا هو أعطاها في 2007 بعد ما توفى اسماعيل العماري فهمتو؟ جسوس كيف يدريب لي؟ البلاد داخل بحر قلت لبلاد داخل بحر مباشرة بعد موت اسماعيل العماري سعيد بن زديرا رفت كابته وليداته وقالهم يلا ورحت الدولة اللي ما فيها لا السياسة لمشاكل لا بوليتيك لحتى حاجة لحتى سلطانة عمان واحد من سمع بها سلطانة عمان حتما يعرفها سلطانة عمان بدت الناس اكتشفها غالما رح لها بن زديرا حتى نقول لهم هادي كل رئيس سلطان قابوس ايه سلطان قابوس سلطان من 1800 ايه هذا سلطان قابوس من 1800 هو سلطان ما تنحاش الى يوم القيامة حتى نموت يعني الناس كل داخل بن زديرا و جداع و سلطانة عمان و سلطان قابوس هو راح مكلف بالقضية انتا بن مزاب تعرفوا العلاقة انتا بن مزاب سلطانة عمان من 20 سنة بوليتيك 20 سنة مشاكل و حرب و ارهاب و قتل و كذا الان بلادي استقرت و اديت الاستقلال و اصبحت البحبوحة المالية الشكارة معمرة اتبقوا على خير خلال البلاد هانية هانية و لا تنسوها و لا تفهموش التكنيكة و تعتبرها البلاد داخلها في حيط و من بعد خلالها في بحبوحة و مليارات ايه ذو خلاصة و خلاصة المهمة والبلاد ادت الاستقلال و قضاة الارهاب و صي ايه ذو بن زديرا راي رايحيتهنه يجي في سلطانة عمان قاطع البوليتيك قاطع البلا بلا ايه ذو خلاصة و يجي في سلطانة عمان و قد شوفوا ما كانت الخزينة العمومية معمرة رايحة مشكارة و سعيد بن زديرا كان بإمكانه هذا اللي رايحة يسلك له قهوة و يسلك له قسرة في مادريد في جوناف مع ناس الجلفة و كانت بحبوحة على بالك بالبن زديرا البونكا كون يحب يدي الملاير يديهم ان يستفيد من خمسمائة مليار سنتيم قرض من الدولة خمسمائة مليار كون يحب يدي ببن زديرا خمسمائة مليار يديها سمع لم اأخذ ولا مليم من الدولة الجزائرية و خرجت بعت طنوبيلتي و خرجت لسلطنة عمان يا ابن عمي مستشار التوفيق برادرواتي بعت طنوبيلته و يروح سلطنة عمان هذا اللي اكتشف الخالية الارهاب و الشخصية الكبيرة هنا مازال ما يعرفش نزاره مازال ما انتقاش بلطفي مازال ما معوتش عيطلو بولحيا و نصرجين هنا مازال ما انتصلوش به هنا هو هرب و بعد ما مات اسماعيل العماري كما سمعتم نعطيكم واحد الحادثة هذين لم احكيتها كيفها كيفها قلت ببن زديرا الله ما اسمعتك نعطيكم واحد الحادثة هذين لم احكيتها عمري ما احكيتها لا ما هي الحادثة هذين كان عمي مستشار و اسمه جينيارال التوفيق هذك اللي قالهم انا رب تزيرهم ماذا بيك اخلي قال سمان بالله اول مرة يعرف الشعب الجزائري حقيقة مرة سوف نقول لكم كما تعرفون السعيد بالزيرة و لماذا تخرج في 2007 سألوني تقولوا ماذا تخرجت ماذا تخرجت قلت انت الجزائري داخلها في حيض و خليت البلاد في بحبوحها ماذا تخرجك السعيد ماذا تخرجك قلنا تراحكي السعيد بالزيرة في 2007 ماذا تخرجت و انا كنت سأخرج في 2005 ماذا 2007 ماذا تخرجت لا تتذكر سألوني لكي سألوني لكي سألوني لكي سألوني المثالي لكي سألوني لكي سألوني سألوني لكي من الظروف حتى 2007 لقد اخرجت لكي من 2005 لكي تخرجت كم يدرى بالرغم النفوذ اللي عندي زعمه والمعارف اللي عندي وقيادات وكذا 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 نفوذ وقيادات ومعارف مرت كنت بالحمل روحت الفتا ع 12 تعليل 12 تعليل هايوا نجري بيها الأقرب مستشفى اللي هو كان مستشفى زيرالدة دخلت المستشفى زيرالدة باش تزيد شفت كيفاش دخلتها المشرحة المشرحة نعم معارف نفوذ استشرت توفيق ما يقدرش يعطيك سيارة خاصة ولا ما يقدرش يبعطيك لونبيلونس ولا دخلتها المشرحة هايوا زيد زيد حكي النتر الله هذه هذه لازم لها قاعدة كبيرة مشرح هايوا شفتك فش عذبوها وقدامي عذبوها وقدامك صافي انت ما عندك لان نفوذ اللي عمار بزوار سم مغرع بشي بكبرك ومبعد كي زيدت واجبت لي طفلة الله يبارك رايف عمر هذرك 14 سنة 14 سنة هايوا مجيش وين حطها قالوا لي معدناش وانت قاعد روح يجيب لها مطرح من دارك في ذلك البرد بنتي زيدة في فيفري برد روح كنجر جبت لها مطرح فرشوها لها في الارض هي والبيب يراجدين في الارض بقيت في قلبي قلت هاي بلادي اللي ضحيت من أجلها وهاي بلادي اللي تعبت من أجلها ولادي بنتي تزيد وتعيش هاي المأساة قسم بالله مزدن وقعت فيها ليلة سمعتوا سمعتوا السبب الحقيقي اللي هو خلا خلا بنزدر يخرج بلسانو هو يحكي على روحه ما نشانا اللي نكذاب ولا رانين ألاف كمارا هو يتهم في الناس سمعتوا